ينضم إلينا جمال جمعة منصق اللجنة الوطنية لمقاومات الجدار والاستيطان إذن سيد جمال ما هي الإجراءات التي يمكن أن تنتخذ إذن لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية ومنع تجريف مزيد من الأراضي الخاصة بالفلسطينيين نعم للأسف الانتهاكات الإسرائيلية هي انتهاكات متواصلة وفي أكثر من موقع فيها الضفة الغربية بحيث تشدد جهود كل النشطاء الذين يقفون في مواجهة الجرفات سواء من الخان الأحمر إلى القدس وإلى شمال الأغوار التي يتم أيضا بحجة تدريبات العسكرية تهجير العديد من التجمعات السكانية البدوية هناك في منطقة غرب راملة تحديدا المنطقة رأس كركر منطقة مستهدفة ومنذ فترة طويلة يحاول المستوطنين فرض أمر واقع جديد في العديد من الوديان والجبال في تلك المنطقة في محاولة لربط الكتل الاستيطانية مع بعضها البعض أو المستوطنات المتنافرة مع بعضها البعض هناك مستوطنة خلف رأس كركر والجانية يريدون وصلها بمستوطنة حلميش وبالتالي رأس كركر والجانية هناك مشكلة حقيقية في الوصول لأراضيهم كل عام خاصة في مواسم قطف الزيتون كل عام هناك معركة مع المستوطنين من أجل الوصول قبل فترة بسيطة بضعة أشهر أيضا كان هناك محاولة في منطقة جيبيا والمزرع الشرقي لفرض واقع مثل ما يحاولون الآن في رأس كركر عبر محاولة شق طرق شق الطرق هي بداية من أجل مصادرة المزيد من الأراضي وعزل العديد من الأراضي الزراعية ومنع المفلسطين من الوصول إلى أراضيهم وبذلك عندما يشقون الطريق في هذا الوادي وذلك الجبل هم يسيطرون على مساحات هائلة شاسعة عدا عن نفس المكان الذي يتم الحافر فيه وهذه سياسة نعرفها جيدا لذلك طوال الوقت كان هناك تصدي مباشر للجرفات والمستوطنين عندما يبدأوا بالقيام بالعمل قبل أن يتمكنوا من الاستمرار في العمل أكثر في تلك المواقع طبعا بعد هذه الكتلة الاستيطانية هناك كتلة أو مجموعة مستوطنات هي النلي ونعلي ووصولنا إلى مدعين عليت هذه المستوطنات أيضا هي تقع إلى الغرب من هذه الكتلة الاستيطانية وبالتالي يوصل هذه المستوطنات مع بعضها البعض واستلاء على أراضي تقع ما بين المستوطنات وأراضي المستوطنين في مختلف القرى في تلك المنطقة إذن سيب جمال ما هو دور اللجنة الوطنية في التصدي لهذا الأمر في الفترة القادمة وفي هذا الصدد تحديدا يعني الدور اللجنة الوطنية وكل نشطاء المقاومة الشعبية هو يعاقة هذا العمل ومحاولة منح حصوله ولكن الهجمة لنقول بمنتهى الصراحة أنها أكبر من حجم التصدي لها هنا وهناك فقط القضية قضية سياسية أكبر يعني إسرائيل اليوم تحاول بمختلف الوسائل تسريع عملية الاستيطان ونهب الأراضي وإنهاء الخارطة الجغرافية السياسية على الأرض التي تريد تغييرها كليا بحيث تصادر أكبر قدر ممكن من أراضي الفلسطينيين وحصار الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة من الأراضي هذا يحتاج بصراحة إلى موقف سياسي وإلى قلب الطاولة السياسية على كل ما يجري في المنطقة وهذا مطلوب من القيادة الفلسطينية أن لا يستمر الوضع كما هو عليه إسرائيل يجب أن يطالب بمقاطعتها وعزلها وفرض العقوبات عليها يجب أن يكون هناك إنهاء لكل أشكال العلاقات مع هذا الاحتلال في ظل ما يقوم به على الأرض من عمليات ومن إجرام ومن منتهاكات لحقوق الفلسطينيين ومن جرائم ترتكب بحق الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه استمر كما هو عليه بهذا الصمت إسرائيل ستستمر في نهب الأراضي الزراعية نهب أراضي الفلسطينيين نهب أراضي القرى وأيضا كما يجري كل يوم يعني يعملون هناك عمليات قتل يومية ضد الفلسطينيين ومصادرة أراضي يومية هناك عمليات هدم بيوت بشكل متواصل حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني لذلك السؤال إلى متى يبقى الحال كما هو عليه إلى متى؟ نعم سيدة جمال جمعة منصق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر